شهدت سعادة السيدة روان بن تنجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب حفلة ختام مشاركة شباب مملكة البحرين في النسخة الرابع والثلاثين من سفينة شباب العالم وذلك بحضور سعادة سفير اليابان لدى مملكة البحرين وألقت سعادة وزيرة شؤون الشباب كلمة تنأكدت خلالها اعتزازها بالشباب المشاركين في سفينة شباب العالم ومن جانبه أشهد سفير اليابان بمشاركة وفد شباب مملكة البحرين في سفينة شباب العالم مؤكدا أن برنامج سفينة شباب العالم شكل حلقة وصل لتعزيز التواصل بين شباب اليابان ومملكة البحرين والدول الصديقة لافتا إلى أن مشاركة شباب مملكة البحرين في هذا البرنامج شكلت إضافة نوعية بارزة للبرنامج لما قدموه من أفكار ومبادرات ساهمت في وصول البرنامج للأهداف المنشودة نحن جدا فخورين جدا فخورين بشبابنا اللي راحوا هناك وأثبتوا للعالم شون البحرينين مطلعين وحبين يسمعون كل وجهات النظر ومتقبلين كل الآراء والاختلافات اللي عندنا وهذه اللي جلات الملك دائما نأكد عليه أعتقد بأن كلهم استمتعوا الإقامة في اليابان وقد أوقاتا مسمرة في مشاهدة أشياء كثيرة من اليابانيين واجتمعوا مع عدد من اليابانيين على مقدمتهم الشباب الياباني اشتركوا في القناة